هذا هو الجنرال دوكور دارمي حسني بن سليمان اتزاد في 1935 في الجديدة ادخل قوة المسلحة الملكية من بعد ما كان دارت كوين في مدرس سان سير العسكرية في فرنسا وفي 1965 تعين قائد قوة التدخل السريع وفي 1967 تعين نائب المدير العام للأمن الوطني ومن بعدها تعين عامل على إقلينطنجا وعامل على القنيطرا وعامل على مكناس ومن بعد محاولة من قيلة على الحسن الثاني ترقى قائد دارك الملكي وهو المنصب اللي يبقى فيه 43 عام حتى اخرج تقاعد في 2017 الجنرال بن سليمان كانت يدير حارس مرمى مع الفريق الجيش الملكي واخدام عكس العرش ديال 1959 واخدام عالبطولة ديال القسم الثاني في 1959 وسامف صعود الفريق للقسم الأول واخدام عالبطولة ديال 1960-1961 الجنرال بن سليمان كان مع الششف الجامعة الملكية القرات القادم سينين من بعد ما تعيير رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة للجامعة حتى الـ1996 عدت متخب رئيس الجامعة